هلو بنات شونكم شخباركم شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية يا ربي طبعا بنات الفيديو مانتنا كلش حلو وكلش مهم متل ما دششوفون الشعر كلش تعبان وما بي حيوية اتمنى بنات قبل ما يبدأ الفيديو تجتركون بالقناة وتفعلوا ونزروا الجرس حتى يوصيكم كلش جديد طبعا بنات كلش اعتذر على التأخير بس جد عندي ظروف كلش جدية يعني فان شاء الله نستعيد نشاطنا شوية بعد شوية بنات بالنسبة للي شعرهم تعبان وحابين يميشون شعرهم وما عارفين شون يبدون او من يبدون اذا شعرش تعبان وما يتحمل قصر فانتي على كفالتي تقدرين بعشر خصل او ست خصل او ثمان خصل راح تغيرين تغيير جذري بشعرش وراح يصير شعرش كلش حلو وخصوصا اذا انت جنتي من نوع اذا شعرش طويل قصير قول لي اذا شعرش مثلا خلنقول قصير شوية زيد التدرج بي راح يصير عندك تغيير كلش حلو وتغيير جذري وانت راح تكونين مرتاحة وراح خلنقول يروح هذا الواهس اللي بيتش اللي كل خلنقول كل ما تشوفين لون الشعر تقولين الله لو اصبغ شعري الله لو اسوي كذا فاتمنى بنات انكم تخطون خطوات سليمة من تبدون تصبغون بشعركم اليوم بما انه شعر زبونتنا تعبان ما سويت لها بس عشر خصل سويت لها داير حبل على شعرها يعني داير ما داير شعرها اخذت اخذت لها القذلة ومن الزوالف ومن الطرف اللي جوه شوية وسويت لها تقريبا ثلاث او اربع خصل طبقة فوق طبقة من اللي فوق حتى شنو يبين اكو بشعرها تغيير بنات مستخدم الشي ما موجود استخدمت بلوندر ازرق من كواف واستخدمت اوكسيجين عشرين طبعا تقسيمة الشعر بنات مبينة اخذت الزوالف وبداية الشعر اللي هي القذلة وبعدين اكيد من الاطراف الاطراف اللي نقول عليها اللي هي هاي الجو الشعر اللي منت رفعين شعرج فبنات مجرد عشر خصل اخذنا غيرنا لها تغيير كلش حلو واكيد طبعا قصيت لها شعرها شوية وغيرت لها بالقصة البنات اللي مبتدئات مثلا انت بديت تخصرين اول فقرة حتى يطلع عندك الميش ناجح نازم تكون الخصلة رفيعة وخفيفة ثاني فقرة اذا الزبونة تريد خصل عريضة اهم شي ااخذها خفيفة يعني ما اثخن الخصلة من ااخذها حتى يطلع عندك ميش حلو وميش مبين حسب طلب الزبونة اكو بنات يريدون مثلا ميش ظاهر يريدون على شقار على صفار على عسل على رماديات اكو بنات يريدون هي شي فالتغيير بسيط بالشعر خل نقول احنا شون نقول تمويح يموهون الشعر بي شوية مجرد انه يبينها الشعر بي تغيير شوية فدائما بنات اول شي اقرر شنو راح اصبغ او زبونة تج تقرر لها شنو راح تصبغ او هي اذا جاية مقررة شنو راح تصبغ واساعدها بالفكرة واطلع لها شغل كلش حلو حتى انت تكونين راضية وزبونة تج تكون راضية دائما حتى يكون الميش عندك ناجح لازم تطلعين الهوى من السيليفونة بنات اذا بقى هوى بالسيليفونة راح ويما المادة تتفاعل راح تكبر السيليفونة وممكن انه يطلع ميش منا ومنا ويخليلت شغلك شوية مخربط فدائما بنات احكموا السيليفونة ودائما اكيد طلعوا الهوى من عدها شغلة ثانية اذا كان عدكم شعر تتغيرون بي وعدكم شيب مثلا اخذ الخصل اللي اريد اخصلها وبعدها اختار لون لا يخفيلي الخصل تماما ويغطيلي الشيب هاي اهم فقرة بنات لازم تنتبهون عليها من فقرات الميش بعد شغلة اللغة اذا انت مبتدئة وردتي تخصلين سواء ردتي خصل كفيفة او ردتي خصل خفيفة او ردتي خصل عريضة تقدرين تبدين بالسيليفون السيليفون اسهل عليك من الكاب الكاب اول شي صار شغلة قديمة وما احد يستخدمه وماكو زبونة تتحمل وجع سحب الكاب اكيد احنا نسشور الشعر واكيد خلنقول ناخذ احتياطاتنا بس بنات السيليفون اريح واسهل وتتحكمين بالخصل اكثر الفكرة من الموضوع انه اي طريقة كانت اي طريقة كانت شنتي تشتغلين بيها اهم شي الدقيقين على كثافة الخصلة ما تكون عندش كثيفة يعني ما تكون عندش ثخينة لازم تكون عندش خفيفة حتى الخصلة تفتح عندش بسرعة يعني ما تتأخر عليك بالسحب والخصلة تاخد لون كلها من فوق اللي جواب آن واحد وقبل ما ابدا اميش لأي وحدة لأي زبونة لأي وحدة اذا انا مواثقة مثلا من كلامها احنا عدنا نظرية انا بالنظر اشوف الشعر مصبوغ له لا بينما انت اذا ما عندش خبرة وحسيتي الزبونة كلامها شوية ها ها يعني صابغة او ما صابغة وما تأكدتي اسوي تيست دائما من نصف الشعر ااخذ خصلة واسوي عليها تيست قبل ما ابدي اميش بنات اهم شي المصداقية بالشغل وانتي كذبونة من تروحين على ام الصالون اذا خالحنة قولي انا مخلي حنة واذا صابغة اسود قولي انا صابغة اسود واذا صابغة احمر قولي انا صابغة احمر لانه انتي بالدرجة الاولى راح تتأذين بالنسبة للحلاقة اذا كانت شاطرة فهي اكيد راح تعرف الشعر مصبوغ او ما مصبوغ وبالوان غامقة لو فاتحة لهذا سبب بنات بالنسبة انتي كحلاقة لازم تكونين نبهة وانتي كذبونة لازم تكونين خلنقول تحشين اللي شعرت شماشة عليه حتى الحلاقة تعرف شنو تختار لش الوان بنات اخذت خصل عشر خصل لا اكثر ولا اقل بعديا خليتهم الحد ما اخذوا كلهم تماما طبعا الحالة اللي اني سويتها اليوم بنات تقدرون تكتفون بدرجة قصر ثمانية او تسعة بس عندي شعر الزبونة كلش فتح بسرعة ماشاء الله وكان سريع يعني اكو شعر مرات اليوم اني من ايجي اخلي علي القصر يتأخر كلش هواية واكو شعر سبحان الله لانفروة راسهم حارة من البداية يأخذ زيادة ومن الاطراف يتأخر فدائما بنات اذا جنتوا مبتدئات سووا تيست خليت بنات القصر على الشعر تقريبا 45 دقيقة بالضبط راح استخدم لها ثلاث عصارات اللي هي كلها فواصل واحد 6.1 اشقر رمادي غامق 7.1 اشقر رمادي متوسط وال5.1 بني رمادي فاتح بنات استخدمت من السبعة فاصل واحد والستة فاصل واحد على عصارة عصارة والخمسة فاصل واحد اخذت منعدها ربع عصارة ليش كثرت الخلط لانه زبونة عندي عدها شيب فمن ايجي واخلي الوان فاتحة ما راح يتغطى عندي شيب لازم اسوي خليط حتى الالوان تمتزج ببعضها وشي ياخذ مشي وراح يصير عدنا لون كل شعلو وهادئ راح ما نغطي بي الخصل تماما وما نغمق شعرها تماما احنا مجرد نغطي الشيب وننطي تمويها بسيطة الى انه هذا الشعر بيخصل او هي شي شي فدائما بنات شنو طلب زبونة اشتغلة عليه اكيد بنات قبل ما نخلط الصبغ ويا الاكسجين نخلط الصبغات ويا بعضهم كل جزين لانه الصبغات عدنا كل وحدة من رقم وراح نجي اكيد نصبغ الشعر نبدأ بيه من الجذور الى الاطراف اول ما خلصت الجذور بعدها راح ارجع وابدي بالاطراف يعني مو اخلي الصبغة على الجذور فترة وارجع اخلي على الاطراف لانه انا ما مساوي صبغة الجذر وحد والاطراف وحدة مساوي صبغة كاملة للميش وللشعر الطبيعي مالتها كل لانه عدنا الزبونة ما تريد ميش واضح جدا نريد نسوي احنا تمويه فالالوان اللي اختاريناه هوي لون شعر هوي الخصل راح يطلع عدنا خليط كلش حلو خليت الصبغة بنات 35 دقيقة تقريبا وبعدها اكيد غسلنا الشعر وساشورنا ونطينا اللوك الاخير اتمنى يكون عجبكم الفيديو واتمنى تستفادون من كل فيديو ده اقدمه احبكم كلش هواية واشوفكم بالفيديوهات الجاية ان شاء الله وبي باي مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة